الحوثي وداعش الارهاب الايراني عارية تزامن التفجيران الارهابيان في عدن وتبني ميليشيا الحوثي وتنظيم داعش لهما يكشفان بوضوح واحدية المصدر والغاية وتكامل الادوار بين الجماعات الارهابية لم ينتظر داعش كثيرا ليزيح الغبار عن طبيعة العلاقة بينه وميليشيا الحوثي واخوة التنظيمين في الرضاعة الايرانية وحليب الارهاب فبعد اقل من يوم على تبني الميليشيات الحوثية مسئولية الهجوم الارهابي في معسكر الجلا في عدن اعلن تنظيم داعش تبنيه العملية الارهابية المتزامنة التي استهدفت مركز شرطة الشيخ عثمان في العاصمة المؤقتة عدن تزامن الحادثتين الارهابيتين وتبني الحوثي وداعش مسئوليتهما عنهما رسميا افرز على السطح الارهاب الايراني عاريا ودليلا واضحا على كون ميليشيا الحوثي تنظيما ارهابيا بات وجوده خارج القائمة الدولية للارهاب امرا معيبا للامم المتحدة وموازين العدالة الدولية وفيما اتهمت اليمن ايران بدعمها ورعايتها للميليشيات الارهابية في اليمن بدى انضمام اليمن الى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش اول رد اجرائي في طريق محاربة الارهاب واذرعه المتعددة على اخطبوط الارهاب الايراني الواحد وتأتي وحدة التزامن والتنسيق وتبني الحوثي وداعش الحادثتين الارهابيتين في عدن لتعزز عددا من ملفات الادلة على طاولة التصنيف الدولي للارهاب والتي تدفع باتجاه اعلان الحوثي تنظيما ارهابيا عالميا وكان اخر تلك الادلة الدعم الحوثي لتنظيم حزب الله الارهابي باموال اليمن الفقير